حيث توجهت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى مدينة بالي في اندونيسيا للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ لدول مجموعة العشرين وذلك لتسليط الضوء على التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه البيئة والمناخ وأثارهما على استمرار مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين واستمرار الحياة على هذا الكوكب وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع الوزري سينقش ثلاث موضوعات هامة وهي التعافي المستدام وتعزيز إجراءات حماية البيئة البرية والبحرية وتعزيز التعاون لتعبئة الموارد للتسريع وطيرة العمل البيئي والمناخية مضحة أنه ستتم مناقشة دعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة كأحد الإجراءات التي تلعب دورا أساسيا في الجهد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة